السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبإذن الرحمن لو عندنا وقت في الحلقة كمان هنبص على بعض الأسئلة اللي ممكن تجينا على هذه الجزئة. في الأول خلينا نقول مع بعضينا ان احنا آخر حاجة كنا اتكلمنا فيها الجزئية بتاعة الكترويات التأريض. وقلت في الكترويات ان انا عندي نوعين من الكترويات. عندي الكترويات موجودة في المبنى. زي انا بيب المياه والغاز. الحاجات دي انا بستخدمها. او عندي حتى الكترويات مخصصة للتأريض. يعني حاجات انا بشتريها وبصنعها عشان تشتغل كالكترويات التأريض. اه قلنا او ضربنا مثال وقلنا الالكترويات الموجودة في المبنى. زي انا بيب المياه والغاز. تمام? لكن الالكترويات اللي احنا بنخصصها اللي احنا بنصنعها وبنشتريها للتأريض. بيكون وظيفتها اه التأريض فقط لا غير. تمام? وهنا بنقول ان الاشكال المختلفة دي اللي هي مسلا زي الالكترويات المطفونة في الارض. او اه باشكالها المختلفة. او القطبان اللي هم حتى بالخرصانة. او الاسلاك او الشرايح. او حتى حصائر التأريض اللي بيحكمك هنا فيها هو مين? اللي بيحكمك هنا فيها هو اه نوع التربة. بمعنى ايه? بمعنى ان حضرتك مش هتعرف تتعامل مع الارض التنية زي الارض الصخرية. زي الارض الرملية. كل نوع تربة فيهم ليه تعامل مختلف. عندنا هنا مسلا اه في الاماكن ان احنا عايشين فيها في الصعيد وفي الدلتة. بيكون عندنا سهولة اه كبيرة في ان احنا نعمل عملية الحفر. غير مسلا لما نكون في ارض صخرية او في اه في صخور. غير لما نكون مسلا انا عامل بيت او مصنع في جبل. البيئة نفسها او المكان نفسه بيختلف. في الارض التنية بيبقى الفكرة كلها عندي الكتروت تقريط عمود او سيخ تقريط كده. تمام? بحطه وبدفعه في بطل الارض وشكرا. وبتبقى العملية هنا سهلة جدا بالنسباني. لكن في الارض الرملية بيحتاجين ان احنا نسوب بخارصانة ونستخدم الحديد اللي جواها. الاسياخ اللي موجودة جوا اه الصابة بتاعتي كالكتروت التقريط. اه في الاماكن اللي فيها صخور بتبقى المشكلة دايما في الحفر. فبنستغل باشكال مختلفة زي نجمة سلسية او ربعية او دايرة. اي شكل اه يتناسب مع شكل الحفرة اللي انت حضرتك حصلت عليها من المعدات اللي انت بتشريها بيها او تشغل بيها او حتى من عملية الحفرة بالتفجير. اه اخيرا كنا اتكلمنا عن حصائر التقريط وانا قلت لحضراتكم ان هي اهم حاجة. انا بالنسبالي لو انا هاخدى الموقع او البيت من الاول من البداية خالص وهصمر من نظام التقريط. هعمله بان انا مش هتكلف صاحب البيت حاجة. لان الحصيرة اللي هو بيفرشها تحت البيت علشان يصبه. اقدر استفيد بيها بان انا احط فيها شبكة التقريط. وبالتالي يبقى انا عملت شبكة تقدر تقوم بعملية اطاري. اه كمان اه النهاردة هنبدأ نتكلم في ازاي نحسن من مقاومة التربة. خلينا نقول ان الفكرة بمنطقة البساطة ان لو حضرتك اكتشفت ان المقاومة عالية فانت النهاردة قدامك حل من اتنين. يتغير المكان. وده حل من الحلول. يقيم حضرتك الحل التاني ان انت تعمل تحسين لمقاومة التربة. يعني ايه تحسين مقاومة التربة? يعني حضرتك هتقلل قيمة المقاومة بتاعتك وبالتالي اه تقدر تحصل على تربة قيمتها منخفضة. وبالتالي تتخلص من الطيار بتاعك اول باول. الفكرة بسيطة جدا ان انا هعمل حفرة جنب الالكتروض. اه بينها وبين الالكتروض نفسها حوالي اه عشرة سنتي. تمام? والحفرة دي هبطانها اه بحاجة اسمها القرميت. القرميت ده اه اللي هو بيتحط كده اه فوق المنازل عشان نحميها من الشمس. تمام? اه كعازل يعني. وكمان هملة الحفرة بتاعتي بمادة عشان تخفض من المقاومة. المادة دي هتكون حاجة من التلاتة دور. يا اما كابرتات المغنيسيوم. يا اما كابرتات النحاس. يا اما كلوريد الصيديوم. خلي بالكم ان المواد دي اه يعني تقريبا احنا عندنا الملح اللي هو ملح الطعام العادي بتاعنا اللي هو كلوريد الصيديوم. ده موجود ومتوفر. يعني انا ممكن في الحفرة دي عشان ما كلفش نفسي. هجيب كيس ملح كده اللي هو الخاشن ده المحبب. وابدأ احطه اه اه اغطيه بالطراب وكوب عليه مية. وبكده يبقى انا ايه? عملت تحسين لمقاومة التربة. بعد كده قلنا ان ممكن يجي يسألك يقول لك وانت ليه بتكشف على الالكترودات كل فترة? ولو كانت اه محتاجة انك تتبدل بتبدلها. انا بقول له ان دايما عند التربة بتعمل ايه? بتاكل اه الالكترودات. التربة بتاكل اي حاجة خصوصا المعادة اللي هو بتاكلها بسرعة. علشان كده ممكن ان هو يكون اه خلاص صلاحيته انتهت وبالتالي لازم انا بواحد جديد. ممكن يسألك كمان يقول لك ليه انت بتعمل تفتيش دوري كل فترة زمنية? بس انه دي مهمة لانه سلة امتحانات يا حضرات نخلي بانا. اه كل فترة. انا بقول له للتأكد من وجودها وعدم تصربها اه كلياتا. انا عايز اتأكد ان هي موجودة وان المادة اه ما دابتش في الارض وخلاص ما بايتش موجود. ايه كمان? بيقول لي عند واضح الملح المعالج في الخندق لأول مرة. الملح اللي هو كوردو السوديوم اللي تتكلمنا عنه. تمام? يجب غمر المنطقة دي بالمية. ليه بقى? بقول له حتى يتمكن المحلول من الانتشار خلال التربة. وبالتالي اضمن ان هو يقللي من مقاومة التربة اللي موجودة حوالين الالكتروت. اه هنبقى نتكلم احنا قلنا وتكلمنا في الباب بتاعنا وقلت خليك فاهم معايا ان انت بتتحرك ما بين تلت حاجات. عشان بس نبقى الدنيا تماما مع بعضينا. احنا بنتكلم ما بين تقريض الاجهزة وتقريض الحماية من الصاعق وتقريض الحماية من الشحنات الكاروساتيكية. فحضرتك هتنتقل ما بين التلت اجزاء في الدرس بتاعك. تمام? بحيس ان انت بتتكلم على جزئية معينة. ممكن تسيبها وتنتقلها عن نوع اخر. وبالتالي حضرتك تبقى رابط معي الباب آآ على بعضه. دلوقتي احنا بنتكلم على الصاعق الباقية. انا قلت قبل كده ان الصاعقة بتيجي منين? بتيجي من احتكاك الصحب مع بعضيها. عندي بيحصل الكلام ده في الشتاء مع سرعة الرياح. الصحب بتبدأ تحتك. فيها شحنات كهربية. بتزود المجال المغناطيسي اللي ما بين السماء والارض او الصحب والارض. وبالتالي الكهرباء دي كلها عايزة تنزل في باطن الارض. كمية كهرباء كبيرة جدا. عايزة تنزل في وقت قليل جدا. الكلام ده عشان يحصل او عشان يتم محتاجة آآ حد تنزل من خلاله. ممكن الحد ده يكون آآ من سوق حظه شخص واحد واقف في مكان ما فيهوش غيره هو بس. وبالتالي مسلا في غابة او في آآ ارض زراعية. وبالتالي لان هو اللي موجود في المكان فالصحقة بتنزل من خلاله. بتتعامل معها لانه هو سلكة او بوصل ايه? تقريد وبتنزل منه البطن الارض وبالتالي بتسبب له آآ الوفاة. هنا بنقول ان ان اهداف منظومة الحماية من الصواعق اولا يعني انا بعمل منظومة حماية من الصواعق ليه? اولا بيقول لي امتصاص الصحقة الهبطة. يعني ايه امتصاص الصحقة الهبطة? انا عملت المنظومة وجهزها علشان الصحقة مجرد ما تنزل تلاقي حد يستقبلها. اللي هي منعة الصحق بتاعتي وبالتالي احمي الاشخاص والافراد اللي موجودين في المكان وكمان آآ احمي الاجهزة والمعدات او المبنى بالكامل بكل اللي فيه. اتنين. عدم حدوث شرار جانبي. يعني ايه عدم حدوث شرار جانبي? فكرة الشرارة دي برضو لازم ان تكون عامل حسابها. لان مش بس انت بتحمل اشخاص. انت كمان ممكن يكون عندك مصنع او منشأة فيها مواد قبل الاشتعال. وبالتالي المصنع ده او المشأة بتاعتك دي. علشان تشتغل عليها بطريقة صحيحة. لازم ان توفر لها الحماية كمان. لان لو جاد شرارة كهربية هتعمل ماس كهربية او حريقة وبالتالي هتضمر المكان. ايه كمان? عدم حدوث اضرار للافراد داخل المباني المعنية بالحماية. يعني انا دلوقتي هحمي المبنى وهحمي الاشخاص اللي جواه. وكمان هوجد مصار للطيور. يبقى لازم ان تكون عارف انت عايز ايه من منعة الصواق. علشان تقدر تحققه وتستفيد منها استفادة كاملة. احنا قلنا اول حاجة ان منعة الصواق علشان خاطر توفر لنا الحماية. فاحنا محتاجين ان احنا نحطها فين ها? ايوان احسنتو. احطها اعلى المبنى. يعني ده البيت بتاعي اهو. انا احطها كمان فوق. بحيث اني اضمن ان الصعقة لما تنزل يكون منعة الصواق هي اعلى حاجة عندي عن المبنى بتاعي. تمام? طيب. هي منعة الصواق دي هتاخد الكهرباء فين? تنزلها فين? في باطل الارض. يبقى هنا حامية المبنى نفسه. وكمان حامية الاشخاص او الافراد اللي موجودين آآ جواه. تمام كده? طيب. آآ بعد كده نقول ان المنظومة بتاعتها بتتكون من اربع حاجات. يعني لما اجي صامل من المنظومة بتاعتي لازم انا رأي اربع حاجات. اولا بيقول لي الدايرة الهوائية اللي هي منعة الصواق نفسها اللي موجودة من فوق. اتنين آآ المواصل الهابط او بيسميه آآ المواصل النازل. انا بقول كده لان هو بياخد الكهرباء ينزل بيها. الكهرباء بتاعت الصواق ياخدها ينزل بيها من غير ما تعمل لي مشاكل في المكان. تلاتة آآ الدائرة الارضية اللي هي الالكتروزات اللي احنا نزرعها في بطن الايه? الارض. ضفنا النهاردة بقى او ضفنا في الحلقة دي حاجة اسمها الواصل والربط لمنع الشرار الجانبي. آآ خليك متخيل معي ان انا بكلمك على الكتروز تقريد دفانت في الارض. هياخد الكهرباء من المواصل. المواصل ده مسلا جاي بطول المبنى. انا مسلا آآ عامل نظام تقريد لمبنى عشرين دول. هل ينفع ان السلك ده اللي نازل بمسافة عشرين دول قصاد المبنى? هل ينفع يبقى حر كده? استحالة طبعا. لازم ان يكون ايه? نازل في سلك المستقيم او فيه سبب. هيخليك تربط المواصل او الكابل بتاعك. بمنطقة البساطة مرور طيار عالي جدا اللي هو بتتعال السعق اللي احنا بنتكلم عنها ده. مروره هنا هيسبب لك آآ مجالات مغنصية كبيرة. وبالتالي ممكن تقدي الى حركة المواصل. المواصل اللي تحرك ده لو هو مش متثبت كويس في المبنى ممكن ايه? ها? ايوان برافو. يتقطع من مكانه وبالتالي يعمل لي شرارة ويعمل لي حريق ويعمل لي كرسة في المكان. يبقى احنا هنا لازم نراعي دي كويس جدا ونقول ان فكرة التقريض لما تعملت لازم تتنفيذ صح عشان اقدر استفيد منها لاستفادة الكاملة بتاعتي. تمام? يبقى الوصل والربط ما هواش مكونات قد ما هو حاجة مهمة جدا للحماية. حماية الاشخاص والافراد والمبنى نفسه. وحتى كمان آآ المكونات اللي جوه المبنى بتاعي. انا بحميهم بان ما سمحش لاي شرارة كهربية تحصل اثناء نزول الصعقة من منعة الصوارق الى باطن الايه? الى باطن الارض. تمام? طيب. نبص بعد كده على مبنى. المبنى اللي قدامكم ده آآ بيوضح لي نظام تقريض كامل زي ما حضرتكم هنا كده شايفين. آآ لو بصيتوا معي. ادي المبنى بتاعك اكتر من دور اهو. شايفينه? تمام? واده نظام التقريض معمول اللي هو بالاخدر ده. وهنا واخد سلك التقريض وعامل زارع كزا الكترود في الارض. مش واحد بس هوبوس. ادي شايف تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام? وكمان موصلهم مع مين? مع صندوق اللي هو بتاع التخزية بتاعي. وهنا عندي كمان اهو قد المبنى بتاعي. شايفينه? واغد برضو وزارع هنا مجموعة من الايه? اكترودات. لاحظوا دايما انه كل مبنى كل ما يجي آآ عنده مكان او غرفة. يعني لو افترضنا ان ده مسلا مصنع وجنبيه بيبقى حجرات او عنابر. هتلاقي دايما انه هو بيعمل نظام التقريض اللي هو سلك الاخضر ده. وينزله فين? في بطن الارض. علشان لو في مكان مقاومته عالية. ها? المكان التاني يتبقى مقاومته منقفضة ويسمح بمرور الطيار ويوفر لي الحماية. تمام? ما اكتفاش بكده خلي بالكو. ده عمل ايه بقى? شايفين? اه هنا بقى بيقول لك دي السعقة ضربتها هي. السعقة هنا تتضرب مين? ضربة الكابلات. فهو برضو عامل نظام تقريض يحمي الكابلات بتاعتنا. وهنا كمان السعقة ضربت مين? ضربت المبنى. ادي الصحب اهي. بدأت تضرب في المبنى بتاعي. انا هنا ركبت البلاسفر ده اه منعة الصواق الصغنونة دي كده. اللي هي اعلى المبنى خالص اهي. اه بعد الدش بتاعك وبعد الحاجات اللي موجودة من فوق. انت بتاخد كمان اعلى منهم في الارتفاع. وبالتالي الحاجات الصفر دي كلها عبارة عن كابلات. هتاخد السعقة وتنزلها فين? في باطن الارض نازلة عشان توزعها على الالكترات اللي موجودة في الارض. اذا هنا لما نيجي نصمم اه نظام زي النظام اللي حضراتكم شفته في الصورة اللي فاتت دي كده. لازم تكون عارف انت هتحمي نفسك من ايه? وتنفزه ازاي? فتأمن نفسك من كل الاحتمالات. وارد جدا الالكترود اللي انت زرعته اه حصل له مشكلة. الارض كالته او هو مقاومته عالية. وارد جدا ان التربة نفسها تكون فيها مشاكل. يعني اه مش بتتمرر الطيار بصورة كويسة. فدايما اه بتزرع اكتر من الكتروت. يعني اه اربعة خمسة عشرة. وكل حجرة او غرفة عندك تعمل لها نظام تقريب تزرع جنبها الكتروتات خاصة بيها. وفي الاخر بتربط الدائرة كلها ببعضيها. علشان تضمن ان النظام او المنظومة عندك شغالة بكفاءة. تمام? نروح مع بعضينا. نشوف اه ايه العوامل اللي بتوقف عليها الحاجة من الصواق. يعني حضرتك دلوقتي اه قررت كده طلعت في دباغك فجأة ان انت تعمل لنفسك منظومة حمام الصواق مرة واحدة كده يعني. ولا مسلا انت شفت واحد جنبك بيعملها في البيت اللي جنبك. فانت قلت هعمل زيه. ولا ايه بالزبط? اكيد فيش شرطات او في حاجات هنبص عليه. قال لي اول حاجة الموقع الجغرافي للمبنى. يعني ايه الموقع الجغرافي للمبنى? معناها حضرتك ده قطي مكانك فين? هل انت بيتك مسلا عبارة عن دور واحد? وجنبك عمارة خمس وعشرة وعشرين دور? وبالتالي حضرتك ارتفاعك مش عالي. فالصعقة لما تضرب اكيد هتضرب البيت العالي اللي جنبك مش هضربك انت. يبقى ما فيش مبرر ان نعمل منع الصواق. ايه كمان? مكانك فين? انت في ارض زراعية? يعني بيت واحد بس موجود في ارض زراعية فحواريك فاضي. وانت اعلى حاجة في المكان. ولا في ارض صحراوية صخور? ولا في جبل? حضرتك اصلا على ارتفاع عالي خالص. اه دي كلها حاجات هنبص عليها. ايه كمان? المساحة بتاعت المبنى. معنا ممكن يكون المبنى بتاعي صغير. وعند جنبي مباني كبيرة وارتفاحها عالي وبالتالي الحماية هنا هتكون اه مش مبرر لان الصعقة مش هتوصل لك اصلا. الصعقة بتختار اعلى مبنى وتضربه. اختار دايما ايه? اعلى مكان. فدي من النقط اللي احنا ناخد بنا منها اه كويس جدا. ايه كمان? الغرض من استعمال المبنى. حضرتك عامل المبنى ده ليه? يعني انت لما صممته وعملته وعملته ليه? اكيد فيه سبب او مبرر يخليك تشتغل به. هل هو سكني? ولا انت عامله اه مصنع مثلا للانتاج? ولا عامل اه 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 مخازن تخزن فيها مواد. اه حتى المواد نفسها نوعها ايه? ما انا لو هخزن حديد او الامونيوم او معادن يعني. فمش محتاج ان انا هوفر حماية من الصواق. هحمي ايه? ده حديد? هيحصل له ايه الحديد? يعني هيكهرب? مش هيجره له حاجة. لكن مسلا لو انا هخزن مواد بترولية. او مسلا هخزن مسلا ورق او 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 اماش اقصد اقول مواد قبل الاشتعال. في الحالة دي حضرتك لازم تكون منظم اه العملية بتاعتك وعامل المنظومة بالكامل عشان تحمي المخزن وتحمي كمان الحاجات اللي جواه. ما تقوليش المخزن هنا ارتفاع دور واحد وقصير. هقولك لا معلش. هنا الظلوف بتحكمك. لان يوم الساعة كما تضرب المخزن ده هتسبب لك خسائر كبيرة جدا. وبالتالي انت مش مع حملة او مش هتسمح لنفسك انك تتعرض للخسائر دي. علشان كده حضرتك لازم ان تكون فاهم النقطة دي كويس جدا. وتكون محدد هدفك من المبنى اللي انت شغال عليه او اللي انت بتشتغل به. ايه كمان? التكوين الانشاء للمبنى. حضرتك اه عاملوا بيت دور واحد ولا ادوار مختلفة. عاملوا مصنع عنابر جنب بعضيها. ولا عاملوا ايه بالزبط? ولا عامل حاجة تحت الارض اصلا. فكده كده الموضوع مولوش لازمة. يعني حضرتك عامل آآ جراج تحت الارض. هل هفكر في حمايته? هحمين من ايه اصلا? ده هو اصلا تحت الارض. يبقى برضو دي حاجات لازمة نغد بالنا ونبص عليها واحنا شغلين. عندي كمان آآ موقع المبنى. مبنى بتاعي ده اللي انت حضرتك قاعد فيه. قاعد فين بالزبط? قاعد في ارض الزراعية ولا طينية ولا في المدينة نفسها اصلا? ولا حضرتك في الجبل ولا آآ في تربة نوعها ايه بالزبط? المكان نفسه بيختلف والتعامل بيختلف. يعني مثلا على سبيل المثال لو حضرتك بيتك في ارض الزراعية حتى لو كان دور او اتنين او تلاتة. فانا ما بدأين اقول لك لا اعمل. ليه? لان كل الرقعة اللي حواليك رقعة زراعية. ارض فاضية ما فيهاش حاجة. وبيتك حتى لو كان دور او اتنين فهو اعلى اعلى حاجة موجودة في المكان. فلو عندك في المكان اللي انت عايش فيه بتضرب صواعق لا احمي نفسك. مين كمان? لو انا بني بيتي في جبل او في مكان صحراوي وانا البيت بتاعي بغض النظر عن ارتفاعه هو اللي موجود في المكان. يعني المكان كله فاضي ما فيهوش غير البيت بتاعي او مسلا عامل مسلا آآ ورشة او عامل حاجة تانية. في الحالة دي هفكر ازاي? برضو دي من الحاجات اللي انا هبص عليها. لازم نوفر لها الحماية. لان هنا حتى لو كان ارتفاع بيتك بسيط. لكن هو اعلى حاجة في المكان. مش لازم ان يكون بيت على فكرة. ممكن يكون مصنع. ممكن يكون ورشة. ممكن يكون اي حاجة. في الاخر احنا لازم نوفر لها الحماية من الصواعق. نشوف بعد كده مع بعضينا ايه هي الشروط اللي هتتوفر فيه منعة الصواعق. منعة الصواعق دي اللي اه بنتكلم عنها بقى. مش بنتكلم عن اللي احنا نركبها في البيت. لا. احنا هنركب واحدة تانية فوق الخطوط الهوائية. اللي هي موجودة في الصحراء. اللي هي ارتفاعها عالي جدا. وبالتالي هي اكتر حاجة معرضة للصواعق. ازاي? حضرتك دلوقتي اه لو انت بسلا اه ماشي في الصحراء. راكب عربيتك وماشي في الصحراء. اه لاحظ كده دايما هتلاقي ان انا الابراج بيبقى ارتفاعها عالي. ما بينها على مسابات كبيرة ممكن توصل لكيلو متر واحد كيلو متر يعني. واتنين كيلو متر واكتر. هتلاقي ان الاسلاك ماشية فين? ماشية في الفراغ. في الهواء. وبالتالي السعقة لما تضرب مش هتلاقي وسط ينقل الطيار الكهرابي افضل من الاسلاك اللي انت مصنعها اصلا. يبقى في الحالة دي الابراج والاسلاك هي اول حد معرض لهذه الايه? لهذه الصواعق. طيب هتحمي نفسك ازاي? اكيد هتركب حاجة اسمها منعة ايه? منعة صواعق. لكن هنا الفرق ان منعة الصواعق مش هتكون بالشكل التقليدي اللي هي الحديدة اللي بنحطها فوق البيت. ولا لا هتكون حاجة تانية. احنا هنصنع حاجة تتناسب مع خطوط الطيار الكهرابي اللي احنا بنتكلم عنها. منعة الصواعق عشان تعرف تصميمها صح? لازم ان تكون عارف انت عايز منها ايه? انا طالب منها شرطين او عايز منها حاجتين. الحاجة الاولية ان في في الضغط العادي في الكهربا العادية اللي ماشي في الاسلاك اللي هي كهرباة الشبكة نفسها ان هي تكون عزلة. يعني هي عزلة? يعني ما تاخدش الكهربا يتنزلها ببطن الارض. رقم اتنين ان في الضغوط العالية جدا اللي هي بتحصل في الصواعق. خلي بالك انا قلت الكلام ده قبل كده ان الصواعق دي ملايين الفلطاط ملايين الفلطاط عايزة تنزل في بطن الارض في وقت قلال جدا تلات اربعة ثواني ثانيتين. وبالتالي الموضوع لازم يتعامل معاملة خاصة ولازم نقود بالنا منه. يبقى احنا هنا منعة الصواعق عايزين منها حاجتين في الضغوط العادية اللي هو من غير صواعق تكون عازلة. وفي حالة الصواعق تكون موصلة. طب هتوصل ليه? توصل عشان تاخد الكهربا تنزلها بطن الارض. وبالتالي تحميل الاشخاص او تحميل الافراد بتوعي. عندي نوعين. النوع الاولاني اسمه منعة الصواعق القرانية. والنوع التاني اسمه منعة الصواعق ذاتة الانفصال الكروي. اكيد السبب او المسمى ده جه ليه سبب. لما هنبص في الاول على منعة الصواعق القرانية هنلاقي ان بتكون عبارة عن دايما جزئي. الجزء الاولاني زي ما حضرتكم كده شايفين بيتوصل فين? بيتوصل على الخط الهوائي. والجزء التاني بيتوصل على المقاومة ومنه بيتوصل الى بطن الارض. تمام كده? يبقى عبارة عن جزئين اهم. بس باكد لحضرتك ان لازم يكون بينهم فراغ يعني مش ملمسين بعض. اه وريبين من بعد جدا. ولكن مش ايه? مش لمسين بعضهم. طيب بعد اذنك لو سمحت. عايزين نعرف الفكرة او المبرر بيشتغلوا ازاي? يعني هما بيشتغلوا ازاي اصلا? هو هنا بيقول لي ان هي بتكون عبارة عن شكل اه موصلين. الموصلين كل واحد فيهم وغد شكل القرن. عشان كده سمناها منعة الصواعق القرانية. لان هما شكل القرن كده بتاع الحيوانات? لكل خط وبينهم ثغرة هوائية بحيث يكون احد القرنين متصل بالخط الهوائي. يبقى واحد فيهم متصل بمين? بالخط الهوائي. والاخر متصل بمقاومة التفريغ الى الايه? الى الارض. طيب. هي بتشتغل ازاي? الفكرة بتاعتها بتشتغل ازاي? عند حدوس السعقة لما السعقة بتحصل يعني بيحصل معي القوس الكهرابي. وبالتالي بيتم تفريغ الايه? الشحنة الكهربية الى باطل الارض من خلال المقاومة. وجود المقاومة مهم اه? المقاومة مهمة لان هي اللي بتعملي على الحد من الايه? على الحد من الطيور. يبقى هنا لو بصينا مع بعضين هنا على ال data. هنلاقي ان لو انا قلت لحضراتكم مثلا يعني ان انا عندي الشبكة بتاعتي. ليه الاطراف اللي اسمها مين? ها? ار و اس و تي. اه مع بعضين في ال data هنا موجودة اهو التلت اسلاك او التلت اطراف بتوع الشبكة بتاعتي. هنا عندي منعة السواق على ال data زهرة معي يا شباب. اهو ادي طرف. تمام? ده بيمثل مين? جزء. وادي الطرف التاني. بعد كده بوصله على المقاومة. وبعد كده بنزل فين? بنزل الى باطن الارض. يبقى احنا هنا يا حضرات. عندنا خط اه اه طيار. وصلت عليه جزء. والجزء الاخر وصلته بالمقاومة. تمام? المكان اللي موجود قدامك بقى اللي هو ما بين الشحنتين اللي اتنين دول. شايفينه? المكان ده اللي ما بين الشحنتين ده او ما بين القرنين بيحصل في ايه? الهواء اللي فيه بيتاين. الهواء اللي فيه يحصل له ايه? يحصل له عملية تاين. يعني ايه تاين? تاين معناها يتحول الى هواء اه مؤين يعني يحمل شحنات موجبة. وبالتالي حضرتك بسبب التأثيرات الكهربية العالية بتاعت السواعق. حولتلي الهواء الى مواصل. وبالتالي الطيار هي مور من خلاله وينزل الى باطن الارض. كده تمام? طيب النوع التاني. اسمها مانعات السواعق ذات الانفصال الكروي. وخلي بالك لو هتركز معايا هتلاقي انه نفس الكلام بالزبط ما فيش اي اختلاف. كل الحكاية ان دي الاشكال هنا بيبقى على شكل كرة. هناك كان على شكل قرن. لكن هنا على شكل ايه? كرة. تمام كده? والباقي كله بيبقى زي ما هو. حتى فكرة العمل او نظرية العمل بيكون نفس الكلام. ما فيهاش اي اختلاف. عشان اقول لحضرتك ان الاتنين اه شبه بعضيهم. والفارق ما بينهم بس شكل الطرف. هل بيبقى على شكل قرن ولا على شكل قرن? خلي بالكم معايا. اه ان الاتنين اه فكرتهم ونظريتهم واحدة. ومن الحاجات برضو المهمة في الباب الاول اللي بيجيب لي اسئلة عليهم. يعني ممكن مسلا على سبيل المسال يقول لحضرتك مسلا وضح بالرسم فقط منعة السواقق القرنية. عادي جدا. او يقول لك مسلا اشرح مع الرأس. او يقول لك مسلا وضح الفرق ما بين الاتنين. تمام كده? يبقى هنا لازم ان تكون عارف حاجتين. لازم تكون عارف الرسمة. ولازم ان تكون عارف اه تعريفها وهي بتشتغل ازاي? وطريقة التعامل معها. الاتنين دول عشان بس نبقى فاهمين ونعرف نتعامل مع بعضينا. مهمين جدا بالنسبة لنا احنا نشتغل اه عليهم. لانه هما من الحاجات اللي بتتكرر في اسئلة الانتحانات بتاعت اخر العام ان شاء الله اه اه كنا من اهل الدنيا وعايشين. كمان هنروح مع بعضينا على الموصلات الهبطة. ونقول مع بعضينا اهم الصفات او السمات المفروض تتوصل معايا. الموصل الهبط ده يا حضرات بيكون عبارة عن كابلات تاخد السعقة من فوق من منعة السواعق وتنزلها الى باطن الارض. هنا ده فني راح منفز آآ منعة السواعق وعمل الكابلات بطريقة خاطئة. عملها ازاي? قال ان المبنى هنا فيه انحناءات يعني يعني هنا فيه هنا كرفة اهو او انحناء وهنا نفس الكلام. فمشى الكابل معاه. وبالتالي آآ التاني اللي في الكابل الكتير ده هيعرضه الاجهادات اثناء مرور الطيار. ممكن يحصل فيه كسر او ممكن يحصل فيه شرارة كهربية. الشرارة اللي هتعمل لي ايه? هتعمل لي مشاكل. طيب هو المفروض ان انا اشتغل ازاي? لا ما عليش بعد اذنك. لما تيجي توصل المفروض ان موصل التقريد او الموصلات الهبطة او تنزل في خط مستقيم او في مصار مستقيم. شوف مع بعضينا. حضرتك دلوقتي لما تيجي تنزل الموصل آآ في شوية حاجات هتراعيها. اولا بيقول لي يجب استعمال اكثر من موصلين هابطين. يعني ايه الكلام ده? يعني منعة الصواق لما هربطها هربطها باكتر من كابل. ده كمان اكتر من كابلين. يعني على الان لا يكون معايا تلاتة او اكتر. اتنين. يمكن استعمال الهياكل المعدنية وقطبان التسليح كموصلات هابطة. وده نقطة مهمة جدا كمان آآ هتوفر علينا كتير في آآ عملية التوصيل. حضرك عارف يعني ايه? قطبان التسليح? الاسياخ الحديد اللي موجودة في المبنى نفسه. اللي انت حضرك كنت بتحطها في البيت وانت بتصبه. احنا ممكن بقى لان الاسياخ دي كلها ملمسة مع بعض. فانا ممكن نستخدمها كايه? كموصل هابط. ايه كمان? يجب توصيل الموصلات الهابطة باكتر من الكترودي تقريب. يعني الكابل الواحد ينزل على الالة على تلاتة. اه وهو يفضل يكون مثلا خمسة. يعني انا دلوقتي عندي الكابل نازل. انا بنزل اكتر من اتنين. تلاتة وطلع في العدد. وكمان الكابل الواحد لما هيتوصل هيتوصل على الكتروديات كتيرة. يعني زي ما قلت لك. توصل على اتنين على تلاتة على اربعة. العدد اللي انت حضرك هتحطه. بس الشرط عليك في الحالتين انه يكون اكتر من اتنين. طب ايه الفكرة? الفكرة في ان الصعقة مش هينفع تنزل في كابل واحد. اكيد هتكون كمية الكهربا كبيرة جدا على الكابل. وبالتالي الكابلة هينهار ويعمل لي مشكلة في المكان. عشان كده بنقول ان احنا عايزين اكتر من كابل رقم اتنين. ليه حضرتك برضو? قلت لي ان الالكتروديات تكون اكتر من اتنين. تلاتة على الاقل او اربعة او خمسة. لان الالكتروديات دي برضو مش هتفرغ بالكفاءة اللي انت في بالك. خصوصا ان هي محصوطة فترة في بطن الارض. اه الحاجة التانية انا عايز الايه? السرعة في التفريغ. يعني الشحن اللي نزل كلها تتفرغ في بطن الارض بسرعة من غير ما تعمل لك اي مشاكل او اي مخاطر. علشان كده انت بتزود العدد علشان يبقى عندك مسارات كتيرة للطيار اللي نازل من الصعقة وبالتالي تتخلص منه بسرعة او تتخلص منه بسهولة. كمان بيقول لي اختيار الموصل الهابط بحيث لا يسبب اه اي شرر جانبي. ودي من النقطة المهمة. واحنا كنا وضحنا في الرسمة اللي فاتت وقلت اه لحضراتكو ان الموصل بتاعي ينزل في مسار مستقيم ما ينفعش يمشي مع انحنايات المبنى اللي ده معناها انه يتعرض لمخاطر وممكن يعمل لك انت مشاكل في مبعد. كمان نقطة مهمة جدا بيقول لي يجب تثبيت الموصلات جيدا ليه بقى? لانها تتعرض لقوة كهرومغناطسية عالية اثناء مرور الصعقة بتاعتك. خلي بالكوا هنا بقى ممكن نخط سؤال علل. هنا في النقطة الاخيرة دي في رقم خمسة نخط سؤال ايه? علل. ليه? اقول له هنا بيقول لي مسلا علل يجب تثبيت الموصلات جيدا. ده سؤال وجعل على فكرة في امتحان من الامتحانات. انا هجاب اقول له ايه? هقول له لانها تتعرض لقوة كهرومغناطسية عالية اثناء مرور الصعقة. ودي من النقطة المهمة اللي ناخد بالنا منها علشان ما تحصلناش مشاكل اثناء عملية التشغيل. يبقى هنا احنا اتكلمنا عن الموصل الهابط والطريقة الصحيحة لتنفيذه. وكمان اتكلمنا على السبات او الصفات اللي احنا عايزين نرعيها. واحنا بننفذ اه الامر بتاعنا. ما تنساش انك بتتعامل مع صعقة. كمية الكهرباء فيها عالية جدا. وهتنزل في وقت قليل جدا. فمحتاج توفر لها مصارات كتيرة. سواء الموصل النازل او الهابط او حتى كمان الالكتوريات اللي حضرك دافنها في باطن الايه? في باطن الارض. كده نخش على اه الحماية الكهروستاتيكية. وقول لحضرتك ان الحماية الكهروستاتيكية انت بتحمل نفسك من شحنية كهروستاتيكية موجودة. اه لازم اه تبقى واغد بالك كويس جدا ان عندك اربع طرق. في حاجة اسمها اه الربط والتقريط. اي جسم عندك معدني موجود في المصنع او في المنشأة. لازم ان تعمل له عملية تقريط. طالما هو جهاز كهرابي. وبيدخل له كهرباء. لازم ان تعمله تقريط. عشان بس نكون متفقين. اتنين. التحكم في الايه? في الرطوبة. الرطوبة من الحاجات. احنا كنا قلنا الكلام ده في بداية الباب. ان رطوبة من الحاجات اللي بتتحكم في المقاومة بتاعة التربة. وبالتالي انا هتحكم فيها علشان خاطر اقدر امر الطيار للكهرابي بصورة اه كويسة. لان عندك شحنات كهروستاتيكية محتاج ان انا اتخلص منها اول باول. كمان اه التأيين. ولما قلت هنا التأيين. قلت ان ممكن الهواء اللي موجود في المكان يكون هواء مؤين. يعني يحمل شحنات مجابة. وبالتالي الهواء المؤين ده اه اكان نوصيلك الكهرباء بالزبط. ممكن ينقل الكهرباء من شخص الاخر او من شخص المعدة والعكس. ايه كمان? الارضيات الموصلة. ممكن اه يعني حد يقول لي تب ما هي الارض كده كده بتوصل. مفيش مشكلة خالص في الارض. لا لا انا اقصد حاجة يعني. انا اقصد ان ان الارضية بتاعة المصنع او المنشأة اللي هي عليها الماكينات والمعدات واللي هي كمان بيمشي عليها الافراد والعمال والفنيين. الارضية نفسها لما نصنعها نصنعها مسلا من الحديد. مش معنى الحديد? لان بطبيعة الحالي الحديد ده معدن. وانا آآ زرعه في الارض علشان خاطر دي الارضية بتاعتي. وبالتالي اي شحنات كهربية في جسم الانسان او حتى في المعدات بتاعتي هتنزل في بطن الارض اول باول. يبقى انا كده وفرت لهم الايه? وفرت لهم حماية. يبقى فكرة الارضيات الموصلة ان انا عايز اعمل ارض معدنية علشان الارض المعدنية دي آآ تقدر تمتص الشحنات الكهروستاتيكية اللي موجودة في الاشخاص او حتى اللي موجودة في الالات والمعدات بتاعتي. بعد كده هنشوف مع بعضينا حماية غرف الكمبيوتر والورش الالكتروني. آآ تحديدا الاتنين دول مهمين لان حضرتك ما تنساش ان الاماكن دي اماكن فيها اجهزة حساسة واجهزة ممكن تتأثر بالشحنات الكهروستاتيكية. علشان كده لازم ان توفر لهم الحماية الكاملة. علشان ما يحصل لكش اي آآ مشكلات او مشاكل. ومن هنا خلينا نقول مع بعضينا ان الاهداف دي بتبدأ دايما بالامان. الامان هنا انت بتحدده وبتقول لي الامان انا عايز الامان للافراد. وكمان آآ للاجهزة الكهربائية. ايه كمان? آآ عدم حدوث اي تداخل او تشويش بسبب منظمة التقريط. يعني الجهاز الكمبيوتر بتاعي او الاجهزة الاكترونية اللي عندي ما تتأثرش بمنظومة التقريط ويحصل لي مشاكل بسببها. تمام? بعد كده هنبص مع بعضينا على الشروط الواجب اتخاذها عند تجهيز غرف الكمبيوتر. يمكن بعض الناس يقول لي هل حضرتك بتتكلم على الجهاز اللي عندي في البيت ده هل غرفة الكمبيوتر اللي بتتكلم عنها هي الجهاز. هقول لك احنا عندنا حاجتين. عندي مدرسة صناعية. انا بشتغل جواها او المدرس بواجه عام يعني. فالطبيعي والمنطقي ان بيبقى فيها حاجة اسمها معمل الحاسب الالي. معمل ده في مجموعة الاجهزة. احنا المفروض ان احنا بنعمل آآ كهربيا. هنعمل المعمل ده معاملة خاصة. مش هنعمله زي باقي اجزاء المدرسة بتاعتي. يبقى هنا احنا بنتكلم على مكان فيه اجهزة في آآ كهرباء وبالتالي محتاجين ان احنا نوفر له الحماية. علشان كده لما باجأ اتكلم على حماية غرف الكمبيوتر بقول ان الاجهزة دي آآ اجهزة حساسة وممكن تتعرض لشوشرة او تشويش. بسبب آآ غرف الكمبيوتر بتاعتي فيها اجهزة حساسة. فبالتالي المفروض ان انت توفر لي الحماية الكاملة عشان اضمن ان اجهزة الكمبيوتر تأدي دورها وشغلها بكفاءة من غير اي مشاكل او من غير اي اخطار عليه. آآ الكلام مش بيبدأ دلوقتي والجهاز شغال وانا موجود قدامه. لا الكلام بيكون موجود في البداية خالص وحضرتك كمهندس كهرباء بتصمم المكان. آآ انت محتاج تصمم المكان بكيفية معينة او بشكل معين. بحيث انك تضمن ان كل جهاز جنبه كابل تقريط. يبقى انا هنا آآ حميته. وكمان ان انت عندك آآ لو عندك اي اجزاء معدنية في المكان. عندك دوليب. عندك المكان اللي فيه الشبكة بتاعت النت. اي اماكن معدنية عندك او اجزاء معدنية. برضو تعمل لها نظام التقريط بتاعك. التقريط هنا مهم جدا لان احنا محتاجين ان احنا نعمل تقريط مستقل لغرفة الكمبيوتر بعيدا عن باقي المبنى. سواء المبنى ده كان مصنع او مدرسة او اي مكان. ليه يا مستر? لان انا مليش دعا بالمبنى. المبنى بالنسبة لي هيكون عندي مثلا انارة شكرا. يعني الفصل كله اللي في ايه انارة. آآ لمبتين بينوروا شكرا. وعندي المروحتين. ففي الاخر القصة كلها ايه? حاجات سيمبل حاجات بسيطة. آآ ولو عندي طيار مش هيتأثر به. يعني لو عندي شحنات بسيطة كده مش هتأثر. لكن في غرف الكمبيوتر الموضوع يختلف. بتلاقي عندك ان بيحصل تأسيرات مختلفة. وتلاقي ان الجهاز مش شغال بنفس الكفاءة او بنفس آآ الكيفية بتاعته. علشان كده المفروض او من المفترض ان احنا نوفر لهم الحماية الكاملة عشان اضمن ان الاجهزة بتاعتي تكون شغالة آآ بكفاءة. تمام? طيب. ايه الشروط بقى اللي احنا هنعرفها مبعضينا? اول شرط عندي آآ بيقول لي. يفضل عمل شبكة تأريض مستقلة. آآ ده اللي احنا لسه يلينه من شوية. شفتوا? هم? لازم يكون عندك شبكة مستقلة خاصة آآ بغرفة الكمبيوتر. علشان خاطر. حضرتك دلوقتي تكون دايما بتشايك عليها اول باول. وبتعملها اختبارات اللازمة. وبتقس المقاومة بتاعتها. ولو فيها مشكلة تحلها بسرعة. علشان غرف الكمبيوتر غرف حساسة وفيها اجهزة حساسة. ومحتاجة معاملة خاصة داخل المبنى بتاعك. اتنين. يجب ان يكون طول سلك موسط التقريض بين جهاز الكمبيوتر وشبكة التقريض اقل ما يمكن. ايه ده? آآ الطبيعي والمنطقي. ويمكن عشان حد بس كان سألني السؤال ده. آآ فكرة التقريض احنا انتفقنا ان انا بوصل الجسم المعدني بتاعي للارض بتاع الاجهزة والمعدات. صح كده? طيب. الاجهزة والمعدات دي اللي انا بوصلها الى باطل الارض. بتتوصل ازاي? المفروض ان الفيشة نفسها اللي انا بركبها بيكون فيها تلات صوابع. حتى احنا كده مسلا يعني هنا في مصر. آآ بنعمل ايه بقى? لما يجينا جهاز من برا. اي جهاز الكتروني مسلا او كهرابي. بتلاقي ان الفيشة بتاعة الجهاز اللي جاي من برا مسلا يعني من الدول الخليجية او حتى آآ من دول اجنبية. تلاقي ان الفيشة فيها كام سبع? تلات صوابع. احنا بقى شاطرين. بنيجي جايبين قطعة ومركبينها في تلات صوابع. دون يطلع لنا اتنين بس. ونقول كده ايه? حلينا المشكلة. والجهاز اللي كان جاي لنا من برا احنا ايه? شغلناه. وشغال على الكرابة اللي موجودة عندنا في مصر. انت اشتغلت باتنين وهم كانوا عاملين تلاتة. التالت اللي انت لغيته ده مين? ها? هو التقريض. هو الحماية بتاعتك. وبالتالي حضرتك دلوقتي شلت الحماية اللي هم اصلا اللي صناعوا الجهاز او المعدة بتاعتك شلتها من الموضوع. وصلت. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه? احنا اكتفينا بتشغيل الجهاز فقط دون النظر لموضوع الحماية اللي احنا كنا بنتكلم عنه. علشان كده كان بيفضل ان انا اقاسس النظام بتاعي في البيت او في الشركة او في المصنع على ان يكون فيه الطرف التالت اللي هو الطرف التقريض. وكمان اركب البرايز نفسها بتلات اطراف علشان خاطر النظام التقريض يكون شغال معايا وفعال. يمكن الناس قالتلي طب انا عندي في البيت بريزة فيها تلات اه تلات اه اماكن. وبالتالي الفيشة بتاع الكمبيوتر او بتاع اللاب توب او بتاع الموبايل بتركب عادي جدا ما فيش مشاكل اللي هي الجاية بتاد صوابع من بره. اه هل نظام الطريق شغال هؤلاء للأسف لا. الا مراحم ربي يعني مكان حساس قوي هو اللي بيهتمل الموضوع ده. لكن غالبا احنا عندنا هنا اه ما بيتعملش عندي وعندك في البيت. بنكتفي بالطرفين. وشكرا اللي هو الطيار والارضي. ونقول خلاص كده الدائرة اشتغلت واكتملت. والجهاز بتاعي شغال ما عندش اي مشاكل بالنسبة لي. والحقيقة ان احنا خسرنا طرف مهم جدا. اللي هو طرف التقريد او الحماية الارضية. وبالتالي ان حط حضرتك لو ركبتها في فيشة عندك بتلات صوابع. هتلاقي ان انت اصلا الفيشة دي الطرف التالت ملغي ومش متوصل عليه حاجة. يعني حضرتك دلوقتي ما وصلتش عليه اي ايه اي طرف عندك من الاطراف بتاعتك. الفكرة بقى دلوقتي ان انا ممكن تكون مواصل التقريد في بعض الاجهزة او في بعض المعدات لوحده. يعني يعني سلك الوحدي مستقلة عن اسلاك الطيار اللي هي الفيشة بتاعة الكهرباء. ففي الحالة دي بيقول لحضرتك ايه? بيقول لك ان السلك ده ما ينفعش انك انت تجيب سلك طويل قوي ومرمي في الارض كده. لان ده معناه ان السلك بتاعك لو اتقطع انت مش هتشوفه. طب ايه اللي هيقطعه? هو موجود في الارض. حد عد عليه. حد حط عليه مسلا كرسي او عليه مسلا اه ترابيزة. فقطعت المواصل. انت مش تعرف ليه? ان ده مواصل مستقل بعيدا عن مواصل الطيار. فالجهاز شغال ولكن بدون حماية. وصلت. يبقى هنا دايما اخلي لو ده الجهاز ودي اه البريزة بتاعتي او ما اخذ الطيار. اخلي السلك دايما في مصار مستقيم وتكون المسافة بتاعتي صغيرة جدا. تمام? نقطة كمان. يجب اللي تقل المسافة بين كابلات الكمبيوتر وتلك الاجهزة عن اه متر واحد. ايه ايه عايز ايه منها تحديدا ما انت ممكن يكون الجهاز انت مضطر ليه. انا مش عايز الاسلاك تكون بعيدة اه والمسافات كبيرة لان ده معناه ان كل مزالة المسافة المقاومة هاتزي. يمكن احنا عارفين واخرنا الكلام ده في سنة تانية. وقلنا ان في علاقة بتربط ما بين المقاومة بتاع الموصل وما بين طول السلك. كل ما الطول ده هيزيد. كل ما المقاومة تزيد. وبالتالي حضرتك دلوقتي النظام بتاعك كفايته بتقل. علشان كده اللي مسموح لك به ان المسافة ما بين الجهاز وما بين فيش التقريد او موصل التقريد يكون متر واحد. ليه? لان بمنطهة البساطة موصل التقريد اللي انا بكلمك عنه ده في الاخر هو معدن. وليه مقاومة هتزيد كل ما حضرتك زودت الطول بتاعك. يبقى هنا بنقول ان احنا عايزين المقاومة اقل ما يمكن. وبنكمان بنحسن من المقاومة وبنشتغل عليها وبنحط مواد. المواد اللي انا بحطها دي اه بتكلفني فلوس. او في الاخر انا دايما ببص على الموضوع دايما من ناحية التكلفة. لان انت كمهندس كهرابا شاطر لازم ان تنفذ الحاجة بكفاءة عالية لكن في نفس الوقت بايه? بقى اقل تكلفة. التكلفة مهمة جدا. وبتخش في حسابات اي شركة او اي منشأة ويحسبك عليها كمان. علشان كده علشان نعمل النظام ده ونعمل نظام التواريد بتاعنا بشكل كويس او بشكل اه عالي لازم ان تكون المسافة قريبة علشان المقاومة ما تعلاش واضطر انا بعد كده وانا بيس المقاومة لايها عالية اعمل تحسين لمقاومة الايه? لمقاومة التربة وتكلفني انا ماديا على الشركة او على المكان اللي انا بنتمي لي. نقطة كمان بيقول لي هنا لا يزيد الفرق بين جهد اه شبكة التقريد وشبكة التقريد العامة. يبقى انا هنا عندي بقارن ما بين شبكتين. الشبكة الاولية بتاعة الكمبيوتر والشبكة التانية بتاعة المبنى كله. تمام? عن واحد. احنا اتفقنا وقلنا ان لان عندي المكان اللي فيه اجهزة الكمبيوتر مكان حساس. فانا قلت لك خلي بالك ان الاماكن الحساسة دي محتاجة معاملة خاصة. فمن باب الامان احنا صممنا نظام تقريد مستقل خاص بغرفة الكمبيوتر. وقلنا ان المكان ده انا هعمل تشيك عليه. هختبره كل فترة. هختبر المقاومة بتاعته. ولو المقاومة قلت عن مستوى معين. طب ايه? هغيرها. ممكن الكلام ده يكون مش محتاجه اوي في المبنى العادي. اللي هو فيه الاضاءة العادية مسلا يعني. تمام? طيب انت خلصت كده وعملت شبكة ليه الكمبيوتر? وعملت الشبكة بتاعت المبنى بتاعك. المفروض ان انت تعمل ايه? كل فترة زمنية هقيس المقاومة ما بين الشبكتين. القيمة بتاعتي في اثناء عملية القياس او فرق الجهد اللي هقيس وما بين النوتوطين المفروض انه ميزدش عن واحد فولت. ولو القيمة دي زالت عن واحد فولت معناها ان عندك شبكة من الشبكتين فيها مشكلة. يبقى انت دلوقتي الشبكتين هيعملو لك تست اختبار ذاتي لهم هما الاتنين عشان يعرفوك انت عندك مشكلة ولا لا? لو قيمة الجهد او قيمة الفولت ما بين الاتنين قليلة فتمام زي الفل يبقى الامور تمام والشبكة دي بتفرق والشبكة دي بتفرق لو فرق الجهد بتاعي عالي فده معناه ان واحدة فيهم فيها مشكلة وبالتالي حضرتك هترجع تعمل حاجة اسمها ايه? ايوا احسنتم رفو عليكم حاجة اسمها تحسين مقاومة التربة بتاعي. تمام? نقطة الاخيرة بيقول لي لا يزيد فرق الجهد بين اي الكتروض تقريد لغرفتين مختلفتين عن واحد فولت يعني ايه الكلام ده? حضرتك دلوقتي هتقسلي المقاومة ما بين او فرق الجهد ما بين الغرفتين المختلفتين اللي جنب بعض يعني ايه الكلام ده? يعني انا عندي المعمل في قوضة جنبي فيها مواصل تقريد فها اس. عندي المعمل ومسلا يعني ومكان اخر ابدأ اس واعمل قياساتي كلها كل دي بتخش في نطاق الاختبارات علشان حضرتك تقدر تتأكد ان المنظومة بتاعتك شغالة اه بكفاءة وانها بتأدي دورها كمان وان حضرتك بتستفيد منها للاستفادة المسلا. اه في حاجة خطيرة في نظام التقريد انه لو اه لو النظام نفسه اه فشل او مش كويس يعني او مش كفاءته مش عالية مش هنعرف. هنعرف امتى? هنعرف لما المشكلة تحصل. يعني لما واحد يتصاب بصعق كهربي او لما تحصل حريقة. نقدر الله. علشان كده مش عايزين يسيب حاجة للظروف. فالمفروض انك لما تصمل من نظام تقريد للمكان للمبنى بتاعك انك كل فترة زمنية تعمل اختبار عليه. وتعمل قياساتك وتسجلها كمان. اعمل جدول كده واقول ان انا في اليوم الفناني رحت عاقست المقاومة وكانت كزا. لقيت ان الكرف بيعلى والمقاومة بتزيد تبدأ تتدخل. وتقول انا هنا عندي حاجة لازم نعملها. ان انا لازم اوفر اه بيئة مناسبة وكويسة. طيب الالكترود نفسه تتاكل الارض كاليتو ده ان ده في الاخر عبارة عن ايه? ها? سيخ حديد. معدن. او حتى لو كان من الصلب. في الاخر هيتاكل. ليه عمر افتراضي وهيتاكل. فانت ممكن في الاخر بعد ما يتاكل او يصدي. هتلاقي حصل ايه? هتلاقي بالنسبة لك. ما بيقديش دوره بكفاء. خلاص فشر. فانت محتاج ان انت تستبدله وتخط واحد جديد. ما تستنياش لما حد يبلغك بالكلام ده. انت عامل جدول اسمه جدول الصيانة الدورية. والجدول ده لازم تلتزم به. علشان تضمن دايما ان المنظومة بتاعتك شغالة وبتقدي دورها بكفاء. تمام? مع بعضينا هنشوف اه بعد كده اختبار العزل. والتقريط للمواصلات والتركيبات الكهربية. انا هنا هختبر المواصلات بتاعتي او التواصلات بتاعتي. وهشوف هل اه كل حاجة موجودة وبتقدي دورها بكفاءة. ولا عندي مشكلة في المكان. اول حاجة بيقولي عليها بيقولي ان من الاعطال الشائعة على منشآت التقريط حدوث ارتفاع في قيمة المقاومة المقررة لها. يعني ايه الكلام ده? يعني حضرتك دلوقتي اه المقاومة لو زادت. هو ده اكبر خطر ممكن يقابلك لان معناها ان منظومة التقريط هتفشل في انها تقدي دورها وتخلصك من الطيار بتاعك اللي هو طيار القصر او طيار الخطأ. علشان كده المفروض ان حضرتك كل فترة زمنية هتكشف على هذه المكونات. يبقى دلوقتي اول خطر هيقابلني في ديزبالي ان المقاومة تزيد. وهاجي اه هقول ان ما عنديش حل تاني. انا علشان اتعامل مع المقاومة دي لازم ان انا اشتغل كويس جدا بان انا هكشف كل فترة زمنية على كل المكونات وعناصر التقريط. اللي هي مين? اللي هي كابل التقريط نفسه. الالكتروات المتفونة في الارض. لو انا عندي منع الصواق. هبص على ملعة الصواق اللي فوق في الهواء. وهبص على الموصل النازل. وهبص على الاكتروات او الدايرة الارضية. وتأكد ان كل واحد فيهم موجود. وكمان سليم. لطبيعي والمنطقي. ان حتى ملعة الصواق اللي في الهواء. مع الواق بيحصل لها ايه? بتصدي. عندي بخور مية في الهواء. اه عندي الهواء بتاعي اه يبدأ يخلي الطبقة الخارجية بتاعة ملعة الصواق تصدي. الصدا ده بالنسبة لي عبارة عن ايه? اكسيد الحديد. وبالتالي مادة عزلة ما بين الموصل وما بين اه الصعقة اللي تضرب. فبالتالي برضو هتعمل لي مشكلة. يبقى المنظومة بالكامل لازم انا اشيك عليها. ما اكتفيش بان انا اروح ابص على المكان اللي انا رابط فيه السلك مع الالكتروت او مع منعة الايه? او مع منعة الصواق. اتأكد من كل عنصر. واتأكد كمان من كفاقته. كابل سليم ولا مقطوع. المادة العزلة ممكن تكون اه متشالة من عليه. وبالتالي ده هيعمل لي اه ممكن يعمل لي حريقة او يعمل لي شرارة اه كهربائية. تمام? طيب. لما تروح تبص هتبص على ايه? قال لي اول حاجة ياسم قاومة التقريض كل فترة زمنية. اه زي ما قلت لك يفضل بقى لما تقسها سجلها لي في الجدول. علشان اه يبقى عندك فكرة على المنظومة من يوم ما ركبتها لحد اللحظة اللي انت وقب فيها. تبقى عارف انها ساعة ما ركبت كانت المقاومة مسلا بخمسة. مسلا يعني اه بعد ثلاثة شهور بقت بستة. بعد اربعة شهور بقت بسبعة. يبقى الكيرف بيعلى. بس ايه? زيادة مقبولة. لكن مرة واحدة روح تتقيس لقيت المقاومة ميت اوم. شكرا. المنظومة مسلا يعني فشلت. يبقى انت محتاج ان انت يما تغير المنظومة بالكامل. يما حضرتك محتاج ان ان انت آآ تتعامل وتنشئ منظومة جديدة او تغير بعض العناصر فيها. على حسب اللي انت هتشوف في الدايرة بتاعتك. يبقى هنا احنا لما اتكلمنا كان الهدف الاساسي ان احنا بنتعامل مع حاجة حدش هيعرف ان هي بازط غير لما تحصل مشكلة. فاحنا مش نستنى لما تحصل المشكلة عندنا وهنحنا اللي هندخل ونشتغل عليها. ونقسها كل فترة زمنية بحيس ان احنا نبقى ضمنين ان كل عناصر موجود بيقدي دوره بكفاء. رقم اتنين الحفرة على عناصر التقريد للتأكد من سلامتها. عناصر التقريد بتاعتي اللي انا اه بكشف عليها دي. محتاج ان انا اتأكد انها موجودة وبتأدي دورها بكفاءة وسليمة. اه هل هو صدق والتاكل الالكتروض المطفول في الارض? هل موضع التلامس اللي ما بين الكابل والالكتروض اللي ببطن الارض سليم? مش الكابل نفسه ولا الالكتروض لا انا مكان ما ربطت الكابل بتاعي في الالكتروض. هل المكان ده سليم وكويس ولا فيه مشكلة? تمام? الكابل نفسه سليم جسمه ولا فيه اي سقوب او فيه اي اماكن المادة العزمة متشالة? الكابل نفسه مع المبنى. يبقى انا بامشي ايه? بامشي مع خط السير. لقيت مشكلة هنا? اتدخل. اس المقاومة حسن مقاومة التربة. المهم ان حضرتك تبقى عارف المشكلة فين? وتعالجها اول باول. تمام? بعد كده بيقول لي الكاشف على الموصلات بين الاجسام المورضة وشبكة التقريد. هنا يقصد يقول لك الاسلاك نفسها السلك نفسه اه او الكابل او فيش الكهربا. هل سلك التقريد فيها سليم ولا لأ? لان ممكن يكون فيه قطعة وانت مش عارف. تمام? فبرضه بتمسك الكلام ده تكشفه ازاي? ببص على الجسم بتاع الكابل بتاعي. تمام? وممكن ان انا اعمل ايه? ابص على اه السمك بتاعي. لو فيه قطع فيه هتلاقي حتة ضعيفة كده في الكابل. تعرف ان هنا ايه? في قطع وبالتالي تدخل وتلحم القطع ده. او ان انا كمان ممكن اعمل تستعى الكابل نفسه. افصل الكابل من الطرفين. واعمل تستعى عليه عشان اتاكد ان اه كل حاجة موجودة عندي ومزبطة. اخر حاجة بيقول لي الكشفة على حالة المصهرات للمعدات عند سيانتها. خلينا نقول ان اي معدة او آلة كهربية علشان تشتغل وتقدي الدور المطلوب منها. فلازم ان يكون محصوط لها في الدارة الكهربية بتاعتي مجموعة من المصهرات. المصهرات دي علشان تقدي الدور بتاعها. لازم اتاكد منها كل فترة زمنية وان هي سليمة. لان اه فكرتها بمنطهة البساطة ان هي بتدخل وتحميني في حالة ارتفاع او زيارة الطيار او حتى في حالة ارتفاع الحبن. اه اولا احنا لما سميناها مصهرات سميناها ليه مصهرات? لان هي اصلا مبنية على ان انا عندي المعدن طرفين. وبينهم اه سلك شعرة كده او شعيرات بيكون اه رقيق جدا. السلك ده بيستحمل طيار معين. لو قمت الطيار زيت عليه السلك ده بينصهر يسيح يعني ويتقطع وبالتالي بيفصل الطيار ما بين الطرفين. علشان كده لان المصهرات موجودة عندي للحماية لازم اتدخل ولازم اكون فاهم اتعامل معها كويس جدا. طيب انا عندي هنا حد ممكن يقول لي اه الكلام ده بيتم ازاي? بسيطة جدا. حضرتك بتبص على اه السلك موجود ولا لا? يمكن دلوقتي يستبدلوا المصهرات وحطوا مكانها اه مفاتيح اوتوماتيك زي اللي موجودة عندك في البيت فوق العدات ده. لما تحصل افلة في البيت او حاجة نقدر الله المفتاح بيقع بيسقط بينزل لتحت. يتحول الى القف. حل المشكلة الاول وبعدين يرفع مفتاح السكينة مرة تانية. ده بيقدي دور المصهرات بالزبط. وبالتالي لازم نتأكد انه شغال وبيطلع وينزل معايا لان ممكن حتى الريشة بتاعة تتعلق ما تنزلش وبالتالي هيحصل لي كارثة في المكان بتاعي. كده احنا انتهينا من آآ الباب بتاعنا. خلصنا الباب الاولاني. عندي آآ اسئلة. انا عايز اسئلة كتاب الوزارة تتحلي مع بعضينا. آآ الحلقة بتنزل على اليوتيوب. عندنا خمساشر سؤال. آآ دول اربعة اهم. هتلاقيهم كلهم اتكلمنا عنهم في المضمون. تمام? ومنهم كمان اسئلة علل. كلام ده كله هتكلم ان احنا غطناه في اسناء شرحنا للباب بتاعنا. بأكد على حضراتكم حاجة. المادة سهلة. واسئلتها بتبقى لذيذة كمان. فالمفروض ان احنا نحلها اول باول. عندنا فيديو آآ موجود على يوتيوب للحلقة نفسها. حضرتك لو عايز تحط لي الحل بتاعك. حطه. ما فيش مشكلة خالص. وانا ابصلك عليه. وبحيث ان احنا يكون ما بيننا تواصل. انتهينا النهاردة من الباب الاول باب التوريد الوقائي. نشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.